صباح الخير ومسائق عليكم واوي اعنات في المؤتمر بتاعها عن ثلاث موبايلات جداد الواوي ميتن والميتن برو والميتن بورش اديشن لما ركزت شوية في الموبايلات ديت رقيت ان فيهم حاجات كتير قوي جديدة فانا النهاردة هقول لكم الحاجات الجديدة اللي في الواوي ميتن والميتن برو انا بنجير من داي وقت خلينا نتابع اول حاجة هتحس اللي هي تغيرت قوي في الواوي ميتن والميتن برو هي الشاشة اللي تبعت النظام الجديد بتاع الموبايلات اللي هي الاطراف بتاعتها هتبقى صغيرة او البيزلز بتاعت الشاشة هتبقى صغيرة فالشاشة بقت اطرافها صغيرة جدا وده اللي خلى الموبايل حجمه كويس جدا مع ان الشاشة في الميتن خمسة وتسعة من عشر انش وفي الميتن برو ستة انش وكمان في خاصية جديدة حطوها في الشاشة بتاعتهم اسمها RGBW وباختصار دي بتقلل من استخدام البطارية عن ضريق لون الابيض اللي احنا بنستعمله وبنشوفه كتير في الموبايل بتاعنا الشاشة بتاعت الميتن كواد اتش دي لكن الحاجة الوحشة فعلا اللي ضيقتني ان الشاشة بتاعت الميتن برو اللي هو المفروض احسن من الميتن فول اتش دي بلس ازاي؟ يعني المفروض الموبايل احسن يبقى فيه شاشة احسن لكن هما قالوا في المؤتمر بتاعهم اللي هي مش هتفرق غير ان الميتن بيجي بشاشة OLED والميتن برو بيجي بشاشة AMOLED فبالتالي الالوان هتكون واضحة اكتر في الميتن برو في الميتن البصمة بتيجي من قدام في الزرارة اللي تحت الشاشة لكن في الميتن برو البصمة بتيجي من وراء تحت الكاميرا ومن الحاجات اللي عجبتني جدا وبصراحة بعتبرها من المميزات اللي في الموبايل دوت هي البطارية بتاعت الموبايلين البطارية 4000 ميلي امبير ده غير ان الموبايل رفايع جدا حتى ارفع من النوت 8 والبطارية بتاعته اكبر من النوت 8 الموبايل نفسه بيدعم الشاحن السريع لكن الشاحن اللي بيجي معي في العلبة خمسة فولت نيجي بقى للكاميرا لسه عندنا كاميرتين في ضغط الموبايل واحدة اتناشر ميجا بيكسل ار جي بي يعني بتصور كل الالوان والتانية عشرين ميجا بيكسل لكن بتصور ابيض وست بس لكن الجديد بقى اني فتحة العدسة بيت واحد وستة من عشرة ودي تعتبر فتحة عدسة كبيرة جدا بالنسبة لموبايل وفيه حاجتين كمان يتعدلو في الكاميرا واحدة ليه علاقة بالزكاء الاصطناعي ودي هنتكلم عليها كمان شوية والتانية ليه علاقة بالعزلة الوضع بتاع العزلة او البلور يتحدث قوي في الكاميرتين دول وكمان يتحدث في الكاميرا الامامية بتاعت الموبايل حاجة عجبتني جدا في الموبايلين انك اول ما بتفتحهم بيجوا باندرويد 6.0 اللي هو الاندرويد الاوريو الجديد السماعة بتاعت المكالمات موجودة كان بالكاميرا الامامية والسماعة التانية موجودة تحت الموبايل لكن الاتنين بيشتغلوا كسماعات للموبايل زي ما شفنا في الايفون 7 بلس وللأسف الميت 10 برو بيش بيجي بمدخل سماعات بيجي بقى لحاجة اللي كنت عايزة تتكلم عليها من بدري واللي واوي عايزة تتكلم عليها كتير جدا وهي الذكاء الاصطناعي اللي ما يفهمتم الذكاء الاصطناعي دوت اللي هو بيسعتك في 3 حاجات أول حاجة الأداء المفروض اللي هو بيحاول يخلي موبايلك أسرع وبيحاول ينكمس بيحاول يعرف انت بتفتح أنو تطبيقات وبيحاول يخلي لك الموبايل أسرع بشكل عام تاني حاجة يساعدك فيها هي البطارية المفروض اللي هو يحافظ لك على البطارية برضو باللي هو يعرف انت بتفتح ايه وامتى ويحاول يحافظ لك على البطارية تانية حاجة ودي الحاجة اللي واوي عاد تتكلم عليها كتير جدا واللي هي الكاميرا الذكاء الاصطناعي بيعرف يعمل كزا حاجة بالكاميرا ممكن مسلا لو حطيت الكاميرا على كلام معين بلغة معينة يترجمه لك باللغة اللي انت عايزها ولو حطيت الكاميرا على اي حاجة الموبايل بيعرف انت بتصور ايه عشان يهيأ لك الاضاءة عشان تصورها اي حاجة ممكن تتوقعها كاميرا موبايل تمثال لوحة فنية فالمفروض هو بيعرف انت بتصور ايه وفي اضاءة عاملة ازاي وبيحاول يطلال لك الصورة بأحسن ما يمكن متن بيجي بمعالج كيرين 970 اللي واوي هي اللي عاملها وباربعة جيجا رام والميتن برو بيجي بستة جيجا رام والمفروض الميتن هينزل بتمنمية خمسة وعشرين دولار والميتن برو هينزل بتسعمية وخمسين دولار احسن موبايلات لا بصراحة مش شايف اللي هما حاجة واو قوي وخصوصا في الميتن برو اللي هو المفروض احسن من الميتن لكن تقريبا بيديك حاجات قريبة جدا من الميتن وكمان في حاجات اوحش وموجودة في الميتن مش موجودة في الميتن برو زي ان الشاشة احسن في الميتن في هاتفون جاك في الميتن حاجة تانية انك ميفاش تحط الميموري كارت في الميتن برو لكن ممكن تحطها في الميتن فلو انت ناوي تشتري واحد من دول انصحك بالميتن بصراحة الميتن برو مش داخل دميخ جاوي وطبعا الميتن بورش اديشن دوت موبايل واوي وشركة بورش بتاعت العربيات عاملها مع بعض وبالف وستمائة دولار طبعا ماناش دعوا بالنسخة دير كده نكون وصلنا لاخر الفيديو دوت كان رأيي في الميتن والميتن برو وكانت برضو الحاجات الجديدة اللي في الموبايلين دول لو عادة رجي الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب متناعش ومتطلع كل حاجة جديدة والكومنت بتاع النهاردة هيروح ليه ندع حسام شكرا يا ندع الكومنت ما تنسوش تكتبه الكومنتات وانا هختار احسن كومنت وحطوه في الفيديو الجاي وكان كل وصلنا لاخر الفيديو وكان معاكم جورج عمال واسوبكم في الفيديو الجاي ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة